أهلا بكم ورحب بحضراتكم النهاردة في سلسلة حرقات أسرار وخفايا وصفات الأبراج والنهاردة هنتكلم عن برج مميز جدا في الشانل وبرج الميزان الهوائي وهنتكلم عن أهم خفايا وأسرار وصفات برج الميزان الهوائي وإيه هي كل الحاجات اللازم نعرفها وأسرار جاذبيته طبعا الفيديو ده هتطر أن أعيده تاني من أول وجديد عشان عملت الفيديو في الآخر الموبايل بتاعي فوصل فاللايف ما تسجلش وده لايف هتطر أن أنا آسفة أبدأ من أول وجديد طيب إيه النهاردة صفات برج الميزان اللي بتخليه الأكثر جاذبية على الإطلاق أو البرج الجذاب اللي كل الناس بتحبه أنا كراشا بعتبر برج الميزان من الأبراج الأكثر جاذبية سواء رجل يعني رجل الميزان في فيديو كنت عملته فرج الميزان أنا بعتبره ريتد من أكثر الرجالة الجذابة وكمان ستة الميزان ستة جذابة متقلقة عندها خضور يا جماعة يا كفين برج الميزان في عمر دياب في عمر قديب عمرين يعني عمر دياب وعمر قديم في الممثل اللي أنا بحبه قوي التورك اللي هو اسمه انجن اللي كان بعمل درق عمر في العشق الممنون برج الميزان حاببتي سالي فؤاد أحب أصلي فؤاد جدا شيز مين فريم Just هي بورج الميزان مين كمان ميزان شرين عبدالوهاب بورج الميزان مين تاني ميزان فبرج الميزان من أبراج التي طاشن ليه إحنا بنحب بورج الميزان أهم صفات بورج الميزان الهوائي ت takeaways بورج الميزان يا جماعة هل نعتبر أكتر الأبراج الرومانسية في الأبراج الهوائية الأبراج الهوائية اللي هم بورج الدلو و بورج برج الدلو برج الجوزاء وبرج الميزان فهو الأكثر رومانسية هقول أنه هو دايماً بيعرف يعمل بالانس ما بين عقله وقلبه فلو احنا نقول بيستخدم عقله بنسبة 50% وعقله بنسبة 50% لو هقول أول صفة هشرح بها برج الميزان البرج الأنيق البرج الشيك البرج المتقلق صاحب الحضور المميز أنا قاش إياك جاذبية لا توصف ليه؟ لأن كوكبه الحاكم كوكب فينوس أو كوكب الظهرة اللي هو مسؤول عن الفن عن الأناقة عن الجاذبية عن الجمال فينوس هو كوكب الجمال والرومانسية فناس جميلة كده قلباً وقالباً برج الميزان من الأبراج الفير العادلة برج عادل لأنه ميزان يعني بالانس يعني عندوش كفة بترجح عن كفة هو برج معتدل برج متوازن برج يعني كفة العقل وكفة القلب متوازنين مع بعض هو شخص حتى عادل العادل يعني أنت لو حكمت برج الميزان ومش بالأبراج اللي ممكن مثلاً مشاعر وتروح نحيط حاجة معينة لأ هو هيحكم بالعدل إنه هو شخص بيحب تطبيق العدل في حد بيسألني إنه عاملة طرحاتي كده أصلاً مشهورة رشم وطرحة يا جماعة قوف قلت بقى يعني إيه مش كل شوعة ده اللي بتطرحة يمين ولي بتطرحة شمال وطوعة مني فقلت بقى إيه أنا احترم نفسي ونزلها كده ويعني شوية كده وهزة وميه مرجعين طيب برج الميزان بيبتدي من يوم 23 تسعة لحد يوم 22 عشرة طيب صفاتك إيه يا برج الميزان اللي بتخلينا كده نقف غرامك وأساد ذا برج متحدث لبق بارع بيعرف يتكلم كويس قوي يعني هم زي ما قلت ينفعوا يكونوا دبلوماسيين شطرين قوي ينفعوا يكونوا سياسيين شطرين جدا تيفي بريزنتل يعني ينفعوا يشتغلوا مزيعين شطرين قوي عشان هم الكلام ده لعبتهم بيعرفوا يتكلموا بيعرفوا يستخدموا الكلمات الصح يعني هو شخص اجتماعي محبوب دايما هتلاقي ناس بتاعة برج الميزان بينتشروا بينتشروا بيتوغلوا محبوبين جدا جدا هو مصريح قوي يعني فيها براك صريحة جدا مثلا زي قوس العزراء يعني زي مجامل بيعرفي زي ما قلت لكم لابك بيعرفي يستخدم الكلمات الصخة في الوقت الصخة وحلوة قوي برافو عليهم يعني عاشق للحرية عاشق للانطلاق بيحب الحياة على فكرة بيحب السفر والخروج كده يعني ايه يعني هو مش الابراج الروتينية يعني هو مثلا عزراء روتيني لا الميزان مش روتيني وبيكره الروتيني بيكره القيود وبيكره بيحب يتحرر هو برج متحرر وبالعكس هو ملول يعني بيزهق بسرعة فبالتالي هو مش من الابراج اللي تلاقيهم بيحبوا التغير كتير على فكرة طيب عندهم برده ازدواجية غريبة شوية دايما تلاقي عندهم الصفة وعكسها يعني عزراء فيه برده الحتة دي يعني دايما بيجمع بين الصفة يعني تلاقيه شوية متسرع وشوية بطي صبور شوية وشوية عايز كل حاجة بسرعة كده يعني هاي دي شوية وشوية تلاقيه عصبي فتحس انه عنده صفات كتير وعكسها من ميزان كيك جاية من الميزان هو ميزاجي يعني مودي دي بس دي عيوبص لحد يقول الميزان زي قالت انه شخصية معتادلة انا بحب الميزان شان هو معتادل ما عندهش اكستريم في حاجة يعني فيه ابراج عندها اكستريم عزراء عنده اكستريمات كتير قوي قوي يا جمع عصنا برج العزراء لو انت هو مرة تابعوني اما الميزان مش عنده اكستريم في حاجة طيب بيعشق الجمال هو جميل و يحب الجمال حتى دايما يلفت انتباه الجمال هو يحب الاشيك ناس متقلقة ناس الإليجان بغششكهو اوعاتكو في حد يقولي ممكن تعملي فيديو ازاي نجذب برج الميزان اي برومس والله يعملكو ده يعني ازاي نجذب برج الميزان اوكي اميش انا هعمل كده هو مش بيحب المشاكل مش بيحب الخناق مش بيحب النزعات هو شخص مسالم على فكرة هو مش بيبدأ بالهجوم عادة بس هو مجادل قوي جدا جدا. يعني هو شخص بيحب الديبيس. يعني بيحب النقاشات الزكية. هو على فكرة الميزان يحب الشخص الذكي ويحب يدخل في النقاشات الزكية. لان هو شخص ذكي جدا. هزاري ثم حزاري ثم كمان مرة هزاري تستهين بذكاء برج الميزان هو شخص ذكي جدا حتى لو مش باين عليه. حتى لو باين نهاية دي كده ومش عارف ايه بس هو ذكي. أوي. أوي. جريق. هو الشخص جريئة على فكرة في أبراج خجولة هو مش شخصة خجول زي ما قلت ان هو لعبته الكلام اجتماعي يا جماعة ده الميزان كذا فرصة قولوله انطلق بيمشي على الحيط الميزان من الأبراج اللي بتنشي على الحيط من كتر ما هو يعني اجتماعي بيحب الناس وبيتعامل مع كاف الطبقات المجتمع ودي ميزة حلوة جدا فيه مع الناس الهاي قوي الناس الالجنت الهاي الهاي ستاندرد الإشاطر قوي في التعامل معاياهم ومع يعني الطبقات البسيطة بيعرف يتعامل مع كل الطبقات زي ما قلت ان هو بيحب الإطراء هو بيعرف يدي يعمل إطراء وهو بيحب بقى المتح يعني ميزان الأبراج اللي تحب الظهور وعندهم حضور قوي وبيحبوا يكونوا ظهرين بيحبوا الإطراء بيحبوا المتحة وبيحبوا بيع كلام شاطر قوي يعني ميزان يعرف يشتغل سيلز برضو حلوة قوي يعني يوديك البحر ويرجعك عطشانه يوديك البحر ويرجعك عطشانه زكلي يعني إياكوا تستهينوا برج الميزان طيب ما لحظاركوا إزاي طيب كمان برج الميزان لأبراج الشخصية قوية يعني ست بميزان ست قوية 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 وراجل الميزان كمان راجل قوي على فكرة وناجح وطموح وشاطر في شغله ويبقى راجل أعمال شاطر قوي زي ما قلت ان هو جيش يتر شاطر قوي يعني شاطر في الإقناع عندهم بيرسويسوينيس سكيلز بتاعتهم عالية قوي بيعرف يقنعو بيعرف يدخل في موفادات شاطر 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 أو ست كمان نزان شاطرين في النقاشات والنزاعات والتفاوض يعني يعرفوا يعملوا كونتراكس كويسة عقود يخلصوا بيزنس يشتغلوا في البزنس برضو كويس قوي يعني شغلانة العقود أو أي حاجة فيها نيجوشيش يعرفوا يجيبوا الجنيه من بق العو والله العظيم يا جماعة متعاون الميزان جدع قوي قوي من أشخاص متعاونة جدا زي ما قلت الميزان لو أنت عايز تحتفظ بعلاقتك بيه أوعد تحبسه أوف بقى أوسي دي نظافة يا جماعة الميزان زي واخد في الحتة دي من أخوه العزراء اللي قبليه بيعشقوا النظافة والترتيب يعني هما ناس نظيفوا بيتقرفوا جدا هو بيعشق النظافة بيتقرف مش سهل إن هو يأكل من إيد حد يتقرف يأكل مطرح حد طموح نين جدا وراجل الميزان كمان حنين قوي قوي عندهم سنس كده عندهم بيفكروا كتير جدا عندهم overthinking كده يعني الميزان تلاقيه دي ما بيفكر 24-7 اعتذاره عزيز عزيز الاعتذار على فكرة برضو حساس برج الميزان من الأبراج اللي أنا أعتبرها من الأبراج الحساسة عاشق للعدل زي ما قلت هو محبش يظلم حد ولا يشوف حد بتظلم الميزان من الأبراج اللي هو شوف حد بتظلم لا يدافع عنه حتى لو مش هو مالوش علاقة بالموضوع لا ما بيحبش يشوف حد بتظلم قدامه وهيدخل يتخانق علشان الشخص مع إنه مالوش مصلحة ولا ليه مصلحة والموضوع هينفعه ولا هيدره بس هو جدع وبلا يقبل الظلم ولا عليه ولا على نفسه وبيرد الميزان ما يسيبش حقه إطلاقا بيعرف يرده ولسانه طليق يعني فبالتالي ما بيسكتش عن حقه لسانه بيعرف يرد كويس قوي أنا بحسه حلال العقد كده شخص مسالم شخص أنا بشوف الميزان مسالم على فكرة يعني هو مش بتاع مشاكل خالص إطلاقا كمان بورجي الميزان أتراكتوف يا جماعة فراندلي جزابين أوي ودودين أنا شعرف أفهمها إزاي يعني طيب عندهم حس فني كده الفن عندهم حس فني عندهم كرياتف يوم كرياتف أشخاص كرياتف كده بلوك عمر الداب يعني عمر أديب أنا جماعة من عشاق عمر أديب وأنا عارفة إن أنا في يوم من الأيام كان نفس يطلع مزيح عشان أنافس مع عمر أديب شون ده مخفيف زيه الليزان ده مهم خفيف على فكرة كمان ويحبوا الناس لدمهم خفيف طموحين قوي يعني ميزان شخص طموح مش سهل يسكت عن طموحه ولما بيحط حاجة في دماغه بيعملها وبيكرهوا الأنف الميزان الأبراج اللي بتكره الأنف بيكرهوا المشاكل بيكرهوا الخناء بيكرهوا ما بيحبوش هما الحاجات دي يعني بيحب الظهور الميزان رابريزنتاتف كده يحب يبقى باين هو بيحب المدح والمديح ويحب الظهور شوي شوية تلاقيه دايما نص بتاعه الميزان تحب التصوير وتلاقيه هو أكتف عن صوشيل ميديا يعني دايما تحسنا بنزله بوس كتيرة جدا بيحبوا صوشيل ميديا حتى راجل ميزان من العرب راجل تلاقيه دايما ينزل ستوريز يعني ينزل ستوريز ينزل صور بص يا جماعة الميزان دول لبقين كلام دول لعبتهم بلعبوا بالكلام حلالين المشاكل مؤدبيين ميزان برج مؤدب مهندمين كده مقنقين هما الانقة لعبتهم يعني طيب برج الميزان الأبراج الغيورة جدا رجل والستة الميزان غيرين بس الستة غيروا أكتر بالرجل والستة بباين غيرتها يعني ميزان تقول نها غيرانة وتتكلم وتباين الراجل يتكسفي بين غيرته بيخكل مش بيباين غيرته أوي يعني رجل الميزان مش غير جدا بس مثلا مش زي رجل أسد مش زي الحمل مش زي الطور دول بقى مجانين غيرة ستة الميزان غيرتها ستة الميزان أقوى من الرجل الميزان بيحبوا الحاجات الأنرجي بيحبوا الطاقة بيحبوا حاجات مبهجة هما الناس مجهبة زي ما بأتونه هو واسطي بيحب الحلول الوسط بيحب كل حاجة وسط مش متسرع في قراراته بالعكس هو متقنق جدا هو متردد أصلا فمش سهل ياخد أي قرار مصيري بالعكس بياخد وقت كتير قوي عشان ياخد أي قرارات مصيرية بس دي الحاجات اللي أنا بحبها في ريمزان بس أنا كراشا بحبهم عشان هما أشخاص كده بتحب الحياة عود معهم تحس ان انت بتحبه الرأس الهزار الدحك الفرفاشة دمهم خفيف منطلقين طول ما انت معهم تلاقيك بعمال بتتحك بس يا جماعة قولولي بقى الكلام ده بيتطفق معيك ولا لا قولولي بتحبه برج الميزان تحته قولولي انتو كميزان شايفين صفات دي بتتطفق معيك ولا لا بيج هارت برج الميزان وهنياله يا سعد اللي هيرتبط بحد برج الميزان عشان حياته على طول فيها أكشن بحبكو أشوفكو فيديو تاني واستنوا بكرا فيديو جديد عن مجموعة الأبراج نتكلم فيه عن صفاته وعن ليه احنا هنحبه ايه مميزاته النهاردة تكلمنا عن برج الميزان بكرا قولولي تحبوا نتكلم عن برج ايه وأكتر برج هياخد لايكات كتير جدا هو البرج اللي هنكلام عنه بكرا ايه رأيكم في الموسابقة دي طيب ما تنسوش تابعوني على الساشال ميديا على انستجرام وعا الفيسبوك وثانكي يا برج الميزان يا جزبين يا أنقين يا شيك انتو يعني بصراحة كفايا انتو البرج اللازق في برج العزراء لازم تبقوا واخدين كتير من برج العزراء تانكي وبحبكو باي باي